اهلا بحضراتكم من جديد اليوم على وجه التحديد وفي الجلسة الختمية لقمة التمويل العالمي الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح عدة قضايا الحقيقة ويمكن هذه القضايا بتاخدنا لعدة أسئلة ازاي ممكن الدول المتقدمة يكون عندها مسئولية تجاه الدول النمية من خلال الرياضة وزاي بتمتعد هذه الدول من الهجرة غير الشرعية وهي لم تلتزم من البداية بوعودها تجاه الدول النمية وإذا كانت مصر من هذه الدول النمية زي مصر اتعاملت مع هذا الملف على وجه التحديد نتكلم عن ضيوف مصر حيث تريد عندنا 9 مليون ضيف زي ما قال سيدة الرئيس عليهم النهاردة داخل هذا المحفل الدولي تحدث سيدة الرئيس كمان عن الأمل وإنه إزاي شعوب بتفقد الأمل على أرضها وتهاجر لتبحث عنه وتفقد حياتها في طريقها لده إزاي ممكن يتحقق هذا الأمل داخل الدول النمية وإزاي يكون فيه إرادة في قضية تغير المناخ تتحقق زي ما العالم كله تحرك أثناء أزمة كورونا وتحرك العالم كله والدول الأوروبية في مساعدة أوكرانيا وأيضا في الحرب الروسية الأوكرانية كلها أسئلة حقيقة يعني بطرح على ضيف الكريم معادي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق مساء الخير على حضرتك فندم مساء الخير فندم وكل عام وحضرتك بخير وحضرتك خايبة ومصر خايبة أهلا بحضرتك حديث سيد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتحديدا مسألة أن تفي الدول المتقدمة بوعودها في مسألة التمويل للدول النمية وحديث سيادته أيضا عن أن الدول النمية ما تكونش مجرد مستقبل لهذه المساعدات وإنما تطرح أفكار تنموية بتكون يعني جهزة للتمويل إزاي مصر قدرت أنها تحقق هذا حديث سيادته عن منصة نوفي عن القدر الكهروائي بالتعاون مع ألمانيا يعني فكرة مصر عن هذا أمام العالم يعني أنا من متابعات في حضرتك لوقائع القمة في عدد من الملاحظات الملاحظة الأولى أن هذه القمة في غاية الأهمية لأنها مرتبطة بثلاث مؤتمرات هامة هتعقد قبل نهاية العام الجاري المؤتمر الأول هو الاجتماع الربيع للبنك الدولي وسندوق النقد الدولي في مراكش في المغرب الاجتماع الثاني وده مهم حق قمة مجموعة العشرين اللي هتصطدفها الهند بحكم أن الهند بتتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام هتصطدفها في سبتمبر القادم المؤتمر الثالث هو قب 28 اللي هتصطدفه الإمارات حضرتك قبل نهاية العام فقمة باريس اللي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هترفع مجموعة من المقترحات والتخصيات هتبحث في الثلاث مؤتمرات اللي تم إشارة إليها دي أول ملاحظة الملاحظة الثانية أنه مشاركة السيد الرئيس دعوة الرئيس مكران للسيد الرئيس للمشاركة في هذه القمة بتعكس إدراك من فرنسا أحد الدول الأعضاء في مجموعة السبعة لأهمية الرؤية المصرية والتجربة التنموية المصرية في الظروف الدولية المرتبكة والمعقدة خلال السنوات القيامة الملاحظة الثالثة أنه السيد الرئيس يعني انتهز فرصة المشاركة المصرية وطرح رؤية مصر لقضيتين القضية الأولى حضرتك ما أشار إليه السيد الرئيس اللي هو أعادة النظر في النظام الدولي متعدد الأطراف الاقتصادي والمالي الموضوع الثاني ولا يقل أهمية على الأول هو استعراض التجربة التنموية المصرية وتجربة مصر في تحديث الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فإذا بدأنا حضرتك بالرؤية المصرية للنظام المالي والاقتصادي الجديد المأمول الثلاث سنوات الأخيرة اللي هي حضرتك شهدت جائحة كورونا شهدت اندلاع الحرب الأوكرانية تزامنا مع ارتفاع أسعار الفايدة في الدول الصناعية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كل هذه العوامل حضرتك اجتمعت وأثرت بصورة سلبية على الدول النامية والدول النامية كما تعلمين حضرتك بيتم تقسمها إلى الدول الأقل نموا وأكثر فقرا والدول النامية المتوسطة ومصر بتعد من الدول النامية المتوسطة الملاحظ في هذا السياق إنه مجموعة العشرين في العام الماضي أما بحثت موضوع الديون الخارجية للدول النامية ركزت على الدول الأكثر فقرا وفقت على عادة جدولة الديون لكنها لم تتعامل مع الدول النامية المتوسطة حالات الدول النامية المتوسطة اللي وجهت نفس التحديات ونفس المشاكل لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء يساعدها على التعامل مع التحديات والسيد الرئيس أشار في معرض حديثه أمس إلى الارتفاع المديونية وكيف أنه الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشروط اللي بيضعوها في حداتك منح قروض شروط لم تعد تلائم الأوضاع المستجدة سواء من أزمات اقتصادية أو حتى استمرار هذه الدول في التنمية رغم كل هذه الأزمات الاقتصادية طبعا التمويل هي القمة دي كلها على التمويل وأنه ينبغي إعادة النظر في التمويل لأن الدول النامية محتاجة لأموال ضخمة لتمويل التنمية لسداد الديون ولحضرتك التكيف المناخي للتعامل مع التغيرات المناخية وكل هذا حضرتك التمويل المتاحة الآن مع ارتفاع الديون الخارجية والفوائد على الديون الخارجية بيأثر على قدرة الدول النامية بكل أنواحها بما في ذلك مصر على تمويل الخطط التنموية ودوت حضرتك أشارتي إلى قول السيد الرئيس أو تناول السيد الرئيس لموضوع الهجرة غير الشرعية دوت حك مرتبط بالهجرة الشرعية وحضرتك برضو تفضلتي وقلتي أن السيد الرئيس قال الأمل هنا القضية أن الشباب والمرأة اللي بتهاجر وتترك بلدها لأنها فعلا فقدت الأمل وفقدوا السقة أن لهم مكان في مستقبل بلدهم ليه فقدوا السقة؟ لأنه ما فيش فرص عمل لأنه حضرتك الديون مرتفعة لأن الحكومات مش قادرة تمول خطط تنموية طموحة وبالتالي الرؤية التي تراحها السيد الرئيس هي رؤية متكاملة وطبعا أنا أعتقد حضرتك أنه السيد الرئيس في طرحه وضع الدول الكبرى اللي هي الدول المانحة أمام مسؤوليتها في المرحلة القادمة فيه بعد آخر ده أشار إليه الرئيس مكرون اللي هو حارتك فيه بعد جيوسياسي في العملية إن مسألة فيه بعد الدول المانحة وبعد المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بتنظر في بعض الأحيان في بعض الحالات في منظور جيوسياسي وده أدوى حضرتك بيأثر تأثير سلبي على قدرة الدول المعنية الدول النمية المعنية المستهدفة بهذه الاعتبارات أو بهذه النظرة قدرتها على الاستمرار في تمويل خطط التنمية المستدامة إلى أي مدى سعد سفير تدرك الدول الصناعية والدول المتقدمة مسؤوليتها تجاه شعوب الدول النمية ويمكن سيد رئيس تحدث بصورة واضحة النهاردة ومباشرة عما سألت إنه الوعود يعني لا تتحقق في حضرتك تعهدات كثيرة يعني مثلا إذا خدتي حكى لسابيني المثال وليس الحصر كوب 27 قمة كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي هتجد أن فيه وعود 100 مليار دولار سنويا للدول الأفريقية للتعامل مع التكيف لتنفيذ التكيف المنافي لكن هل هذه الأموال حيتم توفرها؟ وإذا تم توفرها حيبقى فيه شروط لتقدمها فالتعهدات كثيرة حضرتك ولكن طبعا يجب أن نقر برضو إحنا بنتكلم في الموضوع ده أن المشاكل اللي بيشاهدها العالم الآن حضرتك معقدة للغاية سواء كانت مشاكل تتعلق بالصراع بين قوة كبرى أو المشاكل الناجمة عن تأثير تدعيات التغيرات المناخية على الدول النامية أو مسألة ودي مسألة في غاية الخطورة حضرتك في المنظور المتوسط والمنظور بعيد الأمل مسألة الديون الخارجية المرتفعة للدول النامية وعدم قدرتها أو صعوبة سداد المديونات عشان كده حضرتك من ضمن الأفكار اللي ترحت في قمة باريس إعادة جدولة الديون الخارجية بطريقة ميسرة بحيث أن الدول النامية الدول اللي تلقت هذه القروض تستطيع أن تفي بالتزامتها وتسدد هذه القروض بفوائدها لكن في نفس الوقت بدون أن يمثل ذلك عبءا على خطتها التنموية سعد سفير أيضا أشار سيادة رئيسة عن مسألة قضايا المناخ وأن الدول الصناعية هي المسؤولة الأول السيد الرئيس في جلسة أمس قال تحدث باسم مصر وباسم أفريقيا وقال أن الدول الأفريقية أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية بينما هي لا تتحمل مسؤولية في الانبعاثات الحرارية يعني اسهمها للتوضيح فقط الإخصائيين على مستوى العالم يقولون أن أفريقيا إسهام أفريقيا في الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم لا يتجاوز أربعة في المئة لكنها أفريقيا بتعاني الكثير من التغيرات المناخية وده بيتمثل في الجفاف بيتمثل في التصحر يعني عند حضرتك الصومال على سبيل المثال الصومال عشرين سنة حضرتك في جفاف التصحر بيترطب عليه هجرة السكان المحليين إلى أماكن أخرى وده بيصير نزاعات بين القبائل وبين العرقيات في أفريقيا علاوة على ارتباط كل هذه الظواهر بانتشار ظاهرة الإرهاب فالسيد الرئيس أشار إلى هذا التغيرات المناخية وتأثيرها على أفريقيا لكن طبعا ده محتاج ليه حننتظر حضرتك قمة العشرين في الهند في سبتمبر القادم وقاب 28 ثم حضرتك اجتماعات الربيع بتاع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراقش لأن مسألة إعادة هندسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية هي بتعني وتستهدف حضرتك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هم أساسا دولة نشأوا من اتفاقية تعرف باسم اتفاقية براتن وودز ودي اتفاقية حضرتك تعود إلى سنة 1944 أي أنها جاءت في كانت بتتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب العالمية التانية وعادة أولا الدول الأفريقية ما كانتش مستقلة أوروبا كل المساعدات أساسا راحت مع خطة مرشال الأمريكية لأوروبا القوانين اللي بيعمل في إطارها البنك الدولي صندوق النقد الدولي في الإقراض لا زالت كما هي بالرغم أنه حضرتك الظروف اتغيرت والمشاكل والأزمات والحروب ازدادت معالي سفير سواء الأخير هل لم يدرك العالم بعد مسألة التأخر في التعامل مع أزمات التغير البيئي والمناخي بفاعلية؟ حضرتك يعني أكثر ثلاث دول مسؤولة عن انبعاثات الحرارية هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند حضرتك عارفة العلاقات حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحضرتك عارفة أنه مع ارتفاع أسعار البترول نتيجة للحرب الأوكرانية الهند ودول أخرى طلبوا طلبوا بل في دول عرقلة التخلي عن الوقود الأحفوري يعني رجع تاني حضرتك لاستخدام الفحم فالثلاث دول دولة إذا يعني عشان نتعامل بجدية مع الانبعاثات الحرارية على الدول التلاثة دولة أنهم يتفقوا حضرتك على التنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس للتغير المناخي في ديسمبر 2015 وفي كوب 27 وفي كوب 28 عندما يجتمع في الإمارات كوب 27 حقق نصرا للدول الأفريقية أنه من حيث المبدأ وافق على إنشاء صندوق للتعويضات لكن وده كانت طبعا دي حضرتك خطوة كبيرة للأمام لكن حتى الآن ما تمش حضرتك التوصل إلى آلية أولا لتحديد للتنفيذ وده مهم جدا وده نقطة أشار إليها السيد رئيس عبدالفتاح السيسي في مسألة أنه لابد وأنه يكون في آلية لتنفيذ ما يتخذ من وعود وأنها ما تكونش مجرد وعود داخل القمة أنا بشكر حضرتك شكرا اسمحيلي بس أشير نقطة في حديث السيد الرئيس أمس أشار إلى تطوير البحيرات الشمالية عندنا وده في إطار خطة الدولة لمكافحة التلوث البيئي وده كانت إشارة زكية جدا في منتهى الزكاء هي رسالة للعالم أن مصر بجهودها الذاتية بتعمل للتعامل مع تأثير التغيرات المناخية وبتحترم المشتهدفات الدولية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجي شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح وعلى مشاكلة حضرتك معنا النهاردة في التاسعة سيب حضرتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل فقرتنا وفقرة خاصة عن أفلام العيد وحنتكلم مع ضيفنا ناقد الفني محمد نبيل عن كل أفلام العيد وحتشوفوا إيه في العيد إن شاء الله كل سنة وإنتوا طيبين تكونوا منورين كل سينما في مصر سيب حضرتكم مع فاصل ونرجع نكمل كلامنا